وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك مخاطر ناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإسيوبية وأشار مدبولي لأن تشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الإسيوبية قد يؤدي إلى عواقب وقيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطولة تتضح المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الأثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عام على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من 100 مليون مواطن مصري وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرمائية لا تشكل ضرراً فإن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الأثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات ترجمة نانسي قنقر